السوريون في حلب وغدا بإذن الله تعالى المصريون في القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حلقة جديدة وأحداث مسيرة وحقيقة الحملة الشارسة الممنهجة التي تعرضت لها على موقع تواصل الاجتماع فيسبوك من أتباع عبدالفتاح السيسي ومجموعة الخارجين على القانون والدستور المصري والإرادة الشعبية المصرية والكارهين لحرية هذا الوطن الغالي هذا الوطن الحبيب مصر وعدد من التفاصيل ساعدني في إصال صوتي إلى كل بيت في مصر وشارك معايا بمعركة تنوير الدماغ بعد الأحداث اللي حصلت في سوريا ودخول الشعب السوري إلى حلب ومناطق كان بيسيطر عليها النظام وهروب عسكر بشار الأسد كارج سيطرة هذه المناطق ومشاهد وصول المغتربين إلى أمهاتهم وزوجتهم وأولاتهم وبيوتهم اللي خرقهم منها عسكر بشار الأسد استبشرت وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتا قلت فيها أن عاد السوريون إلى حلب فاتحين وغدا إن شاء الله المصريون يعودون إلى القاهرة وإلى مصر منتصرين بإذن الله تعالى طبعا ده كله كان استبشار بزوال نظام الظلم والاستبداد العسكري في مصر قيادة عبد الفتاح السيسي وأتباعه من الخارجين على القانون والدستور والإرادة الوطنية ورجوع المعتقلين اللي بالهم 12 سنة في السجون إلى بيوتهم وأمهتهم وأولاتهم وأزواقهم وأهليهم وإنها حالة الظلم والاستبداد اللي موجودة في بلدنا وعودت طبعا عبد الله الماحي وغيره من أبناء شعبنا المصري الأصيل المنفيين إلى بيوتهم وأهليهم كتبت التويتا دي وانهالت التعليقات والرسائل والهجمات من كل حد وصوب بالشتائم والألفاظ القبيحة وعدد من الاتهامات وتشويه السمعة وأشياء أخرى شارك في الحملة دي عدد من صحفيين وفنانين وكتاب وأحد المشاركين في حملة تمرد ضد ما كتبت مستبشرا أن بلدي وبلدك مصر ترجع زي ما كانت في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي كلنا نقوم آراءنا بحرية ونرجع لبيوتنا سالمين يبقاش عندنا معتقلين في السجون الدولار يبقى بستة وبخمسة ويبقى الدولار بجنيه يبقاش بخمسين وأنا مستغرب الهجمات دي عليها ليه هل أنا فرط في أرض مصر علشان تهجموا عليها بالشكل ده هل أنا فرط في تيران وصنفير لصالح الكيان المحتل عن طريق المملكة العربية السعودية أنا عملت كده هل أنا فرط في رأس الحكمة لصالح الإمارات اللي الإمارات حاولتها لإمارة تمنى في بلدنا مصر أجمل مناطق مصر هل أنا عملت كده علشان تهجموا عليها هل أنا بعت أصول الدولة للأجانب علشان خاطر آكل أنا وعيالي والبرتيتة اللي حواليها من الخارجين على القانون أنا عملت كده عشان تهجموا عليها هل أنا بهدلت البلد بالديون التي لا حصرة لها لا عيالي ولا عيالك ولا عيالنا كلنا تفضل سنين سنين سدد فيها لصالح صندوق النقد الدولي والبنوك الدولية في اليابان وفي أوروبا وفي إفريقيا أنا عملت كده عشان تهجموا عليها هل أنا كنت سبب في انهيار الجينيه المصري بالشكل والبشع والحاجة الكارثية اللي احنا شايفينها الجينيه وصل لأرقام ما حصلتش في التاريخ كله هل أنا عملت كده عشان أنت تهجم عليها وتنتقدني وتنزعج لا هل أنا أفسدت البلد وحولتها البرتيتة قسمتها على أصحاب النفوذ والمصالح اللي هم أعداء شعبنا المصري الأصيل وجوحت الفقرة وأغنيت الأغنية أكتر لا أنا ما عملتش كده هل أنا أفسدت الجيش المصري وأضعفت جنوده وأهنتهم ومسحت بكرامتهم بالأرض لصالح عدد من عسكر مصر السمان هل أنا عملت كده لا ما ليه اللي أنا عملته كل الحكاية أن أنا استبشرت بزوال الظلم وخروج أبنائنا أبناء الشعب المصري معتقلين السياسيين بقالهم 12 سنة في السجون يا ظلمة وعودتنا إلى أهلنا وبلادنا يا ظلمة بقال 12 سنة ما شفتش أمي وعودت الناس المنفيين أولاد مصر الأبطال من العلماء اللي هربوا من الظلم ومن الاعتقال كل ده اللي أنا قلته هجوم لا حصرة لهم وهنا في عدد من الملاحظات أولا اللي حصلت معايا ده على المستوى الشخصي بيأكد لك وبالدليل إن هذا المنقلب على الإرادة وعلى القانون والدستور المصري لا هو عايز تصالح ما حيعملوا كده في المستقبل دي الحاجة الأولى اللي لازم تكون عارفها الحاجة الثانية إن موقفي في دعم المظلومين والوقوف إلى جوارهم والوقوف في وجه الظالمين وأعوانهم والسعي لرفعة بلدنا الغالية مصر موقف ثابت من سنين من أيام ما كنت طالب في جامعة الأزهر ومتحدث باسم الطلاب وأنا صرت في هذا الطريق ولن يتغير شوفوا كم المعاناة اللي بيعانيها المنفيين في الغربة وأنا واحد منهم وأحسب نفسي كذلك صعبة جدا سيبكم من التشويه والكلام ده ورغم ذلك أنا وأبناء شعبنا المصر الأصيل سابتين على مواقفنا بإذن الله وربنا يؤجرنا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بتحرير هذا البلد العظيم مصر من الظلم والقهر والاستبداد ويقدم هؤلاء الخارجون على القانون وأعوانهم إلى المحاكمات العادلة وما تقولوش إن الموضوع ده صعب ومش ممكن يحصل اقرأوا التاريخ شوفوا تشاوشيسكو تشاوشيسكو في رومانيا في ثلاث ساعات قدم إلى محاكمة عسكرية وحكم عليه وامراته بالإعدام شوفوا موسيليني لما حاول يهرب كان معاون مع إطلر ألمانيا شوفوا حصل في إيه ليس ذلك على الله بعزيز بلدنا تستحق الخير وشعبنا يستحق الأفضل أفضل مما هو فيه الآن 95% من أبناء شعبنا على قلب رجل واحد نرفض هذا الظلم كل اللي انتوا شايفينهم دول إن الخارجين على القانون ما يجوش 5% من أبناء شعبنا 3 مليون بالكتير خارجين على القانون لكن يملكوا القوة المسلحة بتاعت شعبنا علشان كده احنا مش عارفين احنا عجزين نعمل أي حاجة فده موقفي وموقف الآلاف من أبناء شعبنا ولن يتغير بإذن الله تعالى نجي النقطة الثالثة وهي موقت السيسي ونظامه والخارجين على القانون السيسي سيرحل سيرحل عبد الفتاح السيسي قريبا ايه حيخلت في الدنيا حيمشي يعني حيمشي مفيش حد حيخلت فيها وانت ونصيبك بقى بالطريقة اللي انت حتمشي فيها نكنت اتكلمت قبل كده في حلقة حسيب لكم الرابط بتاعها فوق هنا وحسيبها لكم كمان في وصف الفيديو كنت بتكلم فيها عن الطرق التي سيرحل بها عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي كلمت عن اربح طرق شوفوا الحلقة واتكلمت كمان في حلقة تانية من سيخلف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيب لكم برضو الرابط بتاعها فوق هنا وحسيب لكم رابطها في التعليقات شوفوا الحلقات دي فالنظام سيرحل سيرحل دي الملحوظة التالتة الملحوظة الرابعة منهجي واضح انا وغالبية ابناء شعبنا المصري الاصيل في مقاومة هذا الظلم والعدوان والاستبداد بقى لي 15 سنة بنفس هذا المنهج ولن يتغير ان شاء الله تعالى وكنت برضو تكلمت عنه في حلقات قبل كده حلقة بعنوان الحل للي بيحصل في مصر حسيب لكم الرابط بتاعها فوق هنا وحسيبها لكم في وصف الفيديو باختصار شديد احنا علشان خطر نحل اللي بيحصل في مصر لازم كلنا نتوحد على قلب رجل واحد ونبقى ايد واحدة لمقاومة هذا الظلم ونكسر حاجز الصمت والخوف كلنا نبقى عندنا طريق واحد وهو ازاحة هذا النظام الجاسم على صدور المصريين ولازم يبقى كمان عندنا منهج واحد ايه هو المنهج؟ شعبنا المصري الاصيل ليس الشعب السوري وليس الشعب العراقي موضوع الحروب الاهلية والاقتتال والافتتان لن تحدث في بلدنا احنا طريقنا هو النضال السلمي المتدرج ده طريقنا اللي احنا ماشيين فيه من اول صورة 25 يناير لغاية دلوقتي النقطة التالتة في الموضوع ده ان يكون لدينا قائد يقود هذه الجموع الهادرة لغاية دلوقتي ما فيش قائد ودي كانت اكبر الاخطاء اللي حصلت من وكهة نظري والله اعلم في صورة 25 يناير ما كانش فيه قائد يقود هذه الثورة والناس تمشوا وراها النقطة الاخيرة في الموضوع ده الجيش المصري قوات المسلحة المصرية جيشنا المصري لازم كلنا نحافظ على وحدة وتماسك الجيش المصري وتطويره ورفع كرامة جنودنا المصريين الابطال في فرق بين الجندي المصري وبين عسكر مصر عسكر مصر هم دول سبب كل المشاكل اللي انتو شايفينها في بلادنا اما الجندي المصري هو انا وانت واهلنا واحبابنا احنا ما بتحصل مشكلة في بلادنا كلنا جنود في جيشنا المصر الاصيل اما العسكر هم السارقون الناس اللي خرجت على القانون الناس اللي بهدلتنا واكلت خيرنا وضيعت اقتصادنا وفراتت في ارضنا ونيلنا وكرامتنا وانقلبوا على ارادتنا الدستورية في 2013 ودون نسبتهم مش كتيرة في الجيش فواجب على ابناء القوات المسلحة ابناء جيشنا المصري الابطال ينطفضوا وينظفوا نفسهم بنفسهم خلص نفسك بسرعة من الخارجين على القانون المنقلبين اللي ساعة الجدد مش هتلاقي ولا واحد فيهم زي ما حصل في 67 وقرأوا مذكرات نائب رئيس المخابرات عبد المين عبو الفضل اللي واقع عبد المين عبو الفضل شفوه بتكلم عن المهازل اللي حصلت من عسكر مصر قيادات دول في 67 اول حاجة دول هيعملوها هيسيبوا مصر ويهربوا فواجب على ابناء القوات المسلحة على ابناء جيشنا الابطال ان يدركوا اللحظة الفارقة قبل بعد كده ما نندم في وقت مش هينفع فيه الندم للأسف وكلنا هنكون في خبر كان بعد الشر علينا وعلى بلادنا الغالية مصر في النهاية عندي طلب لكل الناس اللي هجموني في هذه الهجمة الشرسة ولأتباع الخارجين على القانون والدستور المصري من أبناء شعبنا المصري انتبه مما هو قادم عليك أن تختار الآن أنك تقف جنب شعبنا وجنب كرمتنا وجنب بلدنا لجنب هؤلاء الخارجين على القانون والدستور راجع نفسك شوية والناس دي ماشي كلها على بعضها ولا دايم إلا الله وبالتأكيد انت شايل معهم شيلة تقيلة أوي خروج على القانون والتفريط في الأرض المصرية والتفريط في النيل والاقتصاد المنهار والجنيه اللي بقى في الأرض شيلتهم تقيلة أوي السرقات تقيلة وانت ما استفدتش ماعتقدش ان انت سرقت معهم السرقات دي ماعتقدش يعني ان انت قسمت معهم مليارات الخليج اللي جات واللي اعترف بيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فده الطلب ليك الحق نفسك بسرعة السؤال بقى لضباط الصف الثاني والثالث الرتب الصغيرة في جيشنا المصري الأصيل يا طرى هتعملوا ايه؟ لو شعبنا المصري الأصيل قرر انه يقوم بصورة سلمية للتخلص من الخارجين على القانون عبد الفتاح السيسي ومن عاونه زي صورة يناير كده هتعملوا ايه؟ هتكونوا فين؟ اتمنى تجاوبوني بالإجابة الصحيحة في التعليقات شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة